لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المدينة إسطنبول التركية الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية أهلا بكم دكتور حياكم الله حياكم بتزامن مع المظاهرات في قرى وبلدات دير الزور وسقوط قتلى وجرحة برصاص قوات النظام والميليشيات الإيرانية كيف تصف الأوضاع هناك وهل تعد بذور لانتفاضة جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هذه المحافظة المنابلة محافظة دير الزور اليوم فيها من الأعداء وفيها من الجهات المعادية شيء مميز فيها أمريكا في محافظة دير الزور وفيها النظام وهو أفسد وأعتى وأشرس نظام على رسم التاريخ فيها قسد وفيها إيران وفيها ميليشيات يعني ميليشيات عراقية طبعا نقول عنها إيرانية نحن لا نقول عنها عراقية حتى لا يفهم لأن هناك عراقي شريف وطني واحد يقبل بإهانة أو الاعتداء على الشعب السوري المنتفض العظيم لدينا أمر مهم جدا يجب أن يسجل وأن يعني يتابع البشاهد الكريم ما يحصل ضمن هذا الإطار في كل المناطق السورية لدينا اليوم البذور يا سيدتي أبدا لم تضيع ولم تفسد بذور الثورة السورية العظيمة هذه البذور في دير الزور أصيلة فلذلك ستشهدين دائما مثل هذا التحرك وهذا التحرك على فكرة هو استشهادي يعني تحرك استشهادي بكل معنى الكلمة كل هذه الجهات المعادية في هذه المحافظة المناظرة ونجد مظاهرات ونجد يعني التحرك ضد أشرار العالم الذين يجتمعوا في سوريا وهذا موجود أيضا في درعة وموجود في داخل حتى دمشق وموجود في حلب في كل المناطق موجود سنتحدث عن هذه النقطة في وقت لاحق لكن دكتور أسامة كيف تفسر ممارسات قوات النظام والميليشيات الإيرانية في بلدات دير الزور خاصة بالتزامن مع حديث عن حملات للتشييع أو تغيير الطبيعة الديمغرافية لهذه المناطق طبعا هذا الأمر أيضا استفردوا بهذه المحافظة خاصة في المناطق التي هي في ريف دير الزور والمناطق القريبة من البوكمان إلى ما هو ذلك هم في النهاية يستخدمون التشييع يستخدمون التسعير الطائفي ليكون لخدمة إيران سياسيا وسياسيا في النهاية يفضي إلى منافع اقتصادية هذا التشييع اشتغلوا عليهم منذ مئات السنين ويستمرون عليه لذلك دائما أنا وصفت إيران بأنها العدو الأول العدو الأول الذي يعني يفيد باقي الأعداء يفيد أمريكا يفيد كل من يريد شر بالمنطقة كان في سوريا أو في العراق فهو المخلب الإيراني المخلب الإيراني حاضر جاهز معبأ مجيش نجد التشييش الذي حصل في المناسبة عاشراء التي مضت أمر غريب وعجيب وهم يعني من خلاله يريدون وأمريكا تريد أن يكون هناك كيان معادل ما حوله كيان حاقد على ما حوله هذا هو الكيان الإيراني الذي يتمدد وأهل السنة يتفردون طبعا بالمجمل ولكننا قلنا وما زلنا نقول أن التورة السورية المباركة هي رأس الحرب ضد هذا العمل الحاقد وهذا انتشار الحاقد وهذا الاستعمار الذي يهدد الوجود العربي السنو دكتور إلى أي مدى يكرس فشل النظام في احتواء هذه المناطق الثائرة في الأساس يكرس ضرورة تغيير النظام وفشل المشروع الروسي الإيراني لتثبيته مجددا يعني أنت تلاحظين أنه في كل منطقة في سوريا أصبحت يعني أقول مذقة منفردة مفصولة يعني كل جزء في سوريا يعني هناك من ينفرد به وينهش به ويطبق سياسة وألوان تختلف عن باقي المناطق فهناك الآن تسليم لجزء كبير من محافظة بير الزور لإيران وميليشياتها تفعل ما تشاء النظام ليس له وجود ليس له وجود أي سؤال يخص النظام الإجابة عليه سهلة جدا الإرادة الروسية الإرادة الإيرانية الإرادة الأمريكية التي تخص هذا النظام هذا النظام لا يشتغل إلا في المساحات المتروكة له والمساحات المتروكة له أصبحت قليلة جدا كل يطبق ما يريد ويطبق إرادته ويحاول الآن أن يمتص بالثروات أن يعود خسائره المادية ومن خلال هذه النقطة وما يريدون من تعويض خسائر مادية سيسقط هذا النظام هذا النظام لن يستطيع توفير للمال للبلد التحتية المهدمة ولكل ما هدمه والسحق بالطيران ولن يستطيع إرضاء الذئاب أو إشباع الذئاب من الذئب الإيراني أو الذئب الروسي هذه الانتفاضة ليست الوحيدة في وجه الميليشيات الإيرانية وقوات النظام في المنطقة الشرقية فحسب بل هناك مظاهرات أخرى في بلدات ديرزور والحسكة ضد الميليشيات التابعة لحزب العمال الكردستاني وقوات الحماية الكردية أيضا إلى أي مدى يؤكد هذا التحرك أصالت مشروع الثورة السورية والحاجة الفعلية لبناء مشروع وطني جامع يرفض المشاريع الانفصالية في السوريا أحسنت القول بكلمة مشروع جامع تلاحظين الآن أن هناك الفئة الوحيدة المتجانسة هي فئة الطوار السوريين الذين ما زالوا يرفعون عطواتهم هم الذين يطرحون حتى لو بشكل غير قوي إعلاميا لكن يطرحون شيء متجانس أن السوريا موحدة سوريا ليس لها أمام الطامعين بتقسيمها ليس لهم أمل وليس لها توجه بهذا الاتجاه هم يحاربون الانفصاليين ويحاربون الطائفيين ويحاربون الفاسدين ويحاربون أعتى نظام في التاريخ إلى مونك تجدين أن هذا الأمر غريب لعدم موجود أصلا من يدعم هذه الثورة المباركة وتجدين أنهم يتصدون لكل ألوان الشر في سوريا وانظري في محافظة دير الزور إلى التعايش التعايش بين الأشرار لاحظي التعايش بين الأشرار التعايش الأمريكي الإيراني يعني بينهم أمتار بين مناطق تكون في بعض الأحيان عبارة عن كيلومترين ما بين قوات أمريكية أو قوات قصد المسنودة من الأمريكان وهناك قوات إيرانية على مدى كيلومترين هؤلاء يتعايشون الأشرار يتعايشون أشكرك جزيلا شكرا المعذرة لضيق الوقت رئيس هياة الانقاذ السورية دكتور سامر ملوحي كنت معنا عبر الهاتف المدينة إسطنبول التركية